الجريمة المنظمة العابرة للأوطان تحدي كبير يواجه البلدان العربية هكذا بدأ وزير الداخلية طيب بلعيد حواره حول احتضان الجزائر الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب المزمع عقده في الحادي عشر والثاني عشر من هذا الشهر الوزير بلعيد وفي اشارة منه الى خطورة هذا الوضع اكد على ضرورة تعاون بين الدول العربية منوها الى انه لا يمكن لاي دولة مهما كان حجمها بين الامم ان تنفرد بنفسها في مواجهة هذه المخاطر واضاف الوزير في معرض حديثه حول هذه الافة ان الجريمة اليوم تكتسي طابعا تكنولوجيا ودوليا منظما وللوقوف والحد من مخاطرها اقترح الوزير ان تكون هناك اطر قانونية واليات تضاف الى سابقاتها لا سيما الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب لعام 98 الموقعة في العاصمة المصرية القاهرة وبخصوص هذا المجال اضاف الوزير انه قد تم اتخاذ حزمة من الاجراءات التي من شأنها مكافحة هذا الداء او الحد منه من قبل الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ومكتبها المتخصص بشؤون المخضرات وعلاوة على هذا فان الوزير في هذا الحوار تترق ايضا الى الهجرة الغير الشرعية التي اعتبرها مساهمة وبشكل معتبر في ارتفاع الجريمة الامر الذي جعل العديد من دول العالم تتخذ اجراءات وقوانين صارمة للحد من هذه الظاهرة وبخصوص الجريمة الالكترونية حذر الوزير من استفحال هذه الظاهرة مبرزا ان العصابات الاجرامية وبالخصوص الجماعات الارهابية اصبحت تستعين بتقنيات المعلومات في انشطتها الهدامة والترويج لها